السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعات وتعلن نتيجة التحانات السنوية العامة 2022 الخبر على مسؤولية الدستور مساء الأربعاء 3 أغسطس 2022 ومعنا المؤشرات النهائية للنتيجة المؤشرات يا جماعة تشير إلى نسبة 76% والبنات في صدارة الأوائل يريد تكملوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا كافة التفاصيل المباشرة إن شاء الله هناك مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشفت عن أبرز المؤشرات النهائية لنتيجة السنوية العامة 2022 ونسبة نجاح طلاب وطالبات صف الثالث السنوي للعام الدراسي الجاري وموعد إعلان أسماء الأوائل في نتيجة السنوية العامة 2022 وأوضحت المصادر أن الدكتور طارق شوقي عقد اجتماعا داخل مقر ديوان عام الوزارة مع الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومي للامتحانات للإطلاع على آخر المستجدات والمؤشرات النهائية حول نتيجة السنوية العامة 2022 وعن نسبة النجاح في نتيجة السنوية العامة 2022 كشفت مصادر للدستور من داخل ديوان عام الوزارة أن نسبة النجاح تصل إلى 76% بزيادة عن العام الدراسي السابق الذي سجلت نسبة النجاح خلاله 74% كما كشفت المصادر عن تصدر البنات قائمة أوائل السنوية العامة 2022 وأن الوزارة ستبلغ الطلاب والطالبات الأوائل يوم الخميس الموافق الرابع من أغسطس 2022 أو السبت الموافق السادس من أغسطس 2022 على أنه سوف يعقوها إعلان نتيجة السنوية العامة 2022 لجميع الطلاب برقم الجلوس والنشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والمواقع التي حصلت على حقوق نشر النتيجة وعلى رأسها موقع جريدة الدستور وغيرها ومن المقرر أن يجري الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية لجميع الطلاب الحاصلين على المراكز العشر الأولى في نتيجة السنوية العامة 2022 لتقديم التهنئة لهم وحفيهم على مدومة التفوق خلال المرحلة الجامعية من ذلك يا جماعة أتبين أن بالاستنباط والاستنتاج نجد أن نتيجة بإذن الرحمن سوف تعلن يوم السبت الموافق السادس من أغسطس 2022 بالتوفيق لكل أبنائنا وبراتنا في السنوية العامة وندعو الله سبحانه وتعالى لهم جميعا بالتوفيق والسداد وإلى أن نلتقي في فيديو قادم لكم مننا أسمى الأمنيات بنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله